اشتركوا في القناة 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 من القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معناتا اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة فهي القيمات ملاحظة لسابتة هيك ماشي تمام بعد فترة خلاص وقف بطل اشتغال عصبون فلح تنزل إشارة بس ملاحظة لعند قيمة الأساسية لح تنزل أخفض بقليل ليش لو كان في عندي شي اسمه إذا بذكر إزالة استقطاب بعدين عودة استقطاب بعدين فرط استقطاب بعدين برجعوا للاستقطاب أساسي فنتيجة هل الفرط استقطاب لحين نزل أقل بشوي قيمة الأساسية بعدين برجع لخطة الأساسي برجع بلك هاي مواضيع صارنا فيزيولوجية ما لح يسألك عنا بانو يسألك ع الاختياط طيب كمان كلام مفهوم وسهل منحفظه للاختياط المقدرة الفاصلة بهاي الطريقة مكانية الفاصلة mix that is with mutual مداد الفاصلة المكانية تعتمد على الفاصلة linked by exercise 다음준 بين عصبوغ قدي بدو لحطي يعطيني شو بلولا؟ السيالة العصبية قدي بدو وقت لحطي استجابة هي موديناميكية مقدر الفاصل المكانية تعتمد على التمييز بين المواقع أصغر قيمة بين المواقع طيب شو الشي اللي بحصل عليه هون شي في عندي شي اسمه فوكسل ما هو هالفوكسل على الشاشة تبعيتها على الموبايل في شي اسمه ميجابيكسل أنا شاشتي 500 ميجابيكسل أنا شاشتي ما بعرف شو ميجابيكسل حتى بالكاميرات هاي الصورة بحصل على صورة بهاي الكاميرات 40 ميجابيكسل شو معناتها؟ البكسل يعني للصورة ثنائية البعد تمام؟ كلما كان عندي بكسلات أكتر فعندي صورة أفضل تمام؟ دقطة أعلى فوكسل جاي من فوليومتريك بكسل يعني شو بلولا؟ عنصر حجمي يعني بكسل بالثلاثي البعد ما نوثثنائي البعد على الشاشة تبعيتك ثلاثي البعد وأنا ما بحصل على صورة ثلاثية البعد عندي X Y Z حقول المغناطسينا متدرجة فتقاص مغضل الفاصيل المكانية بأبعاد العناصر الحجمية اللي اسمها الفوكسلات اللي هي فوليومتريك بيكسل جمعناها صار اسمها فوكسل تمام؟ قديش؟ بضعة مليمترات متل ما شفناها نصف ملي لا واحد ملي ن ام ار يكون عضل العصبونات في العناصر الحجمي خلين نمحي مشان نعرف نقراه يكون عضل العصبونات في العناصر الحجمي تضفق ضم نحوه والاشارة اللي تصدر منه اكبر بقدر ما يكون حجمه اكبر يعني عندي فوكسل اكبر فلحشوف في عصبونات كتير كبيرة عدد كتير بين العصبونات لحشوف في تضفق كتير كبير تمام كل ما كبر كل ما في عصبونات كتير يعني ما نهل معلومة الصعبة اللي بدي شرح تمام؟ امور سهلة كتير يمكن استخدام بحقول مغناطسية سكونية قوية او باستخدام تعاقبات نبضات سبين الايكو التعرف على باحات برودمان عم يقول لك شو استخدامات البولت التعرف على باحات برودمان باحات برودمان باحات بالدماغ شو هي الباحات مسؤولة هي موجودة بالفصل الجب هي بصراحة مرا قطرت عشو هي بس هي بكل بساطة انا لما ورجيك مثلا ألم تمام؟ او لما قل لك انا لك شوف تذكر الألم الاسود اللي انا بكتب فيه على اللوح فضغري مخيلتك باحة برودمان بترسم لك بالدماغك لون ألم اللوح ضغري ترسم صورته لما قل لك انا مثلا مثلا استاذ العلوم بالبكالوريا تمام؟ بريب انا لتلك ما ورجيت اقصورته فضغري مخك لح يرسم لح تتذكر انت حصت العلوم بالبكالوريا باحات برودمان مسؤولين هاد الحكي موجودة بالفصل الجب هي نوع تحت القشرية مثل نوع المذنبين نوع العدسية الميهاد ثالموس الحقول الجزئية الحسينية مثل اجتماع تلفيف المسنن سي اي واحد و سي اي اثنين ولا مرقض الحسيني هادول مع حصان البحر او تلفيف الحسين هاي بكل بساطة شغلات بالدماغ عم يقول لك انه انا اذا طبقت حق المناطيس السكوني قوي واستخدمت تعاقبات من سبين ايكو يعني انه كانت اموري واضحة ففيني احصال وتعرف على هادول الشغلات تمام؟ امور سهلة وبسيطة عمرو ما اسأل عنها ممكن يسأل عنها اللي حيكون سؤال كتير تفصيلي مو اي حدا ممكن يقول لك والله بفيدني باجتماع تلفيف المسنن سي اي واحد ولا سي اثنين ولا سي اثنين ولا اي زائت سي سي اي واحد سي اثنين مثلا حيكون سؤال كتير قوي بعمروا ما اجر تمام؟ كل هاي الفقرة شايفة هاي البولد لقدام يعني ما عم يتصر فيه ابدا بالدورات انهني حتى ازاسا اذا بدك هاي شغلات فيزيولوجية يعني هاي شغلات باب يفهمها دكتور فيزيا بالدواحية فيزيولوجيا دكتور بيعرف شو هالتلفيفات بس ما زالك نحنا بنحفظهم ما عندنا اي مشكلة مثل ما حكينا ما ضللنا كتير من الفصل 22 ضللنا تقريبا اخر صفحة هلا عندي المغضة الفصلة لنسات عني هيك المغضة الفصلة الزمانية المغضة الفصلة الزمانية هي اصغر فترة زمنية يمكن التمييز فيها الفاعلية العصبونية من خلالها بموثوقية العاصلة التحكم فيها هي زمن التكرار مش شوي حكينا زمن التكرار هو بيحدد لي عدد مرات اللي عم يصير فيها اضطرام اللي عم يصير فيها استجابة تمام بيوين بالثانية الواحدة لنا قيمة طبعا اخو قيمة من خمسمائة ميلي ثانية او نص ثانية لثلاث ثواني مغضة الفصلة الزمانية هي اصغر زفترة زمنية مثل مغضة الفصلة المكانية هي اصغر شو بيلولها بعد بين شيئين فين نشوفوا اننا شيئين منفصلين تمام يعني نفس الحكي اذا كان تي ار اقل من ثانية او ثانيتين فشوف شو حصير عندي اذا رسمت لانخط بياني لتي ار الزمن فاذا كان اقل من ثانية او ثانيتين فلح يصير في عندي منحنيات هي موديناميكية اكثر حدة باب هاي الاكثر حدة باب تعطيني معلومات ما بخليني يضيف معلومات تمام فهد الشيء انا ما بيفيدني لازم يكون عندي انا تكون قيمته اعلى من هيك بشوي حتى احسن حصل على تفاصيل شوف كيف اذا كانت قيمته اقل من ثانية او ثانيتين فلك كيف بيطلع اكثر حدة بينما بالحال العادية اذا كانت قيمته اكبر فنوعا ما بيعطيني تفاصيل اكتر تمام في حالة انه والله اذا كان ثانية او ثانيتين لا بدي انا اكون اكتر من هيك بيكون افضل حتى يعطيني شو معلومات اكتر حلو هاتي حكي الرائح شوفت غمور اديشها سهلة فين حصل المقدرة الفاصلة الزمانية كيف باني اعمل تنبيهات تثير الدهشة اثناء التجارب يعني هون بكل بساطة شايف هي كل هي انه انا المريض انا عم صوره اعطيه تنبيهات بحيث تزداد الفعالية العصبونية تعتمد مقدرة بولد الزمانية على زمن معالج الدماغ لمختلف الحوادث يعني اما الدماغ هو معالج شو معناته يعني عصبونات عم تقوم ب ازالة الطابعة عم تقوم بتنبيهات العصبية نفسه يعني الدماغ شو عم يعالج عن طريق عصبوناته فنفس الحقيق يمكن للتغيرات المكتسبة كالتعرف على الوجوه او المشاهد ان تستمر ايام او شهور او للابد يعني انت ممكن لما ورجك شغلة معينة ضل ببالك الشغلة لمدة ايام ممكن لشهور ممكن للابد تمام يعني ما نهل اصلا زيما اذا ورجيتك الا من اللوح ممكن انت تشوف ضل معك لمدة ايام ضل حافظ شكله ببالك ممكن ضل اكتر من هيك ما يعني حاس حريعا جيت عم ارى كتاب علومك لو ريقوا اينكا بس مع ذلك مثل ما قلت لك تقريبا من عند بولد الوظيفة للاخير ما عم يسأل عنه انه ما نمع علمات فيزيائية بس مع ذلك احنا عم تحاول طرعك حفظك صرق دراسة معظم تجارب بول لعملات دماغية بضع الثانيات بضع الثوانهية لازم هون نحن بضع عشرات الضقائق فعندما يحرك الافراد بذينا تجري عليهم الدراسة رؤوسهم خلال ذلك فان حركتهم تحتاج لتصحية انا اكيد انا عم عم شو اسمه عم صور يعني منطقيا انا اكيد ما لا اصور انا والله والمريض اعين بتحرك انا يحرك راسه انا عم صوره يعني الصورة خربان كلها يعني معلومات هي بديهية قال يمكن للسأم او للتعلم انه بغير لي من سلوك الفرد وممارسته الاستعرافية يعني شوف اديش معلومات بايخها السأم والتعلم سأم هو فطور الهمة أصددك ترجمه بقام سلغة العربية شو ها فطور الهمة يا شخص بطل بده يشتغل هاته بحقية بطل بده يتعلم بطل بده يسوفي عنده فعاليق فالسأم والتعلم لاح غيره لي من سلوك الفرد ومارسته الاستعرافية هذا الشيء لح السلع الصورة ولح يبين معي بخارطة الدماغ يعني معلومات ما بعد شو ديلك طيب هاي هاي آخر صفحة صفحتين من الفصل المتبعت لك يعني تقرأهم تمام حلوين مفيدين تقرأهم هيك انتوا بالباس وين ما تبقى بداك أو هي أنا قرأت لك يوم تطلع حافظهم يستخدم الطباء بولد تقييم مدى خطورة جراحة الدماغ أو معالجة المماثلة اللاهجومية في حالة المريض ولا يعرف كفية عمل دماغ طبيعي أو مريض أو مصاب يعني قبل ما أنا فوت عمل جراحة بدي شوف وين مكان مسلاً العصبون طبعاً هو معالج المواسلة لاهجومية مأمون مثل ما حكينا بيسلي حالة المريض بيعرفوا الدماغ هاي مشتغل بشكل طبيعي ولا بشكل مريض ولا بشكل مصاب تمام؟ في التضفق قليل بباحة معينة عم أطي تنبيهات لازم تستجاب مسلاً الفصل القفوي الفصل القفوي ما عم استجيب ما عم في عندي فعالية عالية فممكن أنشك أنه عندها زلمة نوعاً ما ضعف عالية بالفصل القفوي يضعون خارطة الدماغ بهذه الطريقة للتعرف على الباحات المطبطة بوزائف مهمة كالتكلم الحركة الحس كل الباحة مسؤولة عن شي معين أخدناهم ممكن بالبكرة أربعة في زي أخدتوهم بشكل منيح الفصل الصدغي مسؤول عن حس السماء تمام؟ فصل القفوي على العين الجبهي حركات إرادية وهكذا كل الباحة مسؤولة عن شي معين فهذا مفيد تخطيط الجراحة ومعالج الدماغ بالأشعة إذا يعرف ما كان الورام معين فباستخدام مثلاً بد مرآي سكنر اللي شفناها بالفصل 13 فبحدد موقع الورام بشكل دقيق فحتى لما بديروح استقصله أنا أموري ممتازة ما استقصل نسيج سليم مثلاً سر ريون شو بيستخدم بولد خارطة تشريحية للدماغ كشف عن أورام عن سكتة دماغية إصابة الدماغ والرأس أوراق أمراض مثل الزهايمر اتشفنا أيضاً كمان بالسبيكتور يعني أي شي فين نصور في الدماغ وبيعطينا صورة وظيفية يعني بيفيدني بتصوير أمراض دماغ ملي منها الزهايمر فعلاك غفت خيال ما لح خيرك بيناتهم بيستخدم لها تشخيص الزهايمر بيت ولا سبكت ولا الموراق فهوات أزجتها يعني مساك الورقة وسلمة وهروب يعني تمام؟ أكيد ما يجيك هيك شي كل أمراض دماغ بكل بساطة يعني معنا شي جديد تحفظون بصم هدول أي شي بيصير بالدماغ فبصورة دماغية بيبين عندي وين موجود ورام وين موجود زهايمر انخفاض استقلاب مكان معين معنات في عندي إصابة بهذا المكان آخر صفحة من هذا الفصل يهدف تحليل يهدف تحليل بيانات بولت إلى كشف عن علاقة بين فعالية الدماغ للهات الشخص والمهمة التي يؤديها في أثناء المسح يعني عطيته تنبيهات لازم يشتغل الفصل القفوي فبشوف فعالية الدماغ بهي المقطات بالفصل القفوي حسب المهمة اللي أنا عطيته إياها اللي مثلاً عطيته أنا شي يسمعون فلازم يشتغل الفصل الصدي مثلاً عن طريق هاي الشغلة اكتشفوا خارطات خارطة للدماغ كل باحة شو العمل تبعها الباحة تشتغل بشكل السني واللي بغير بشكل غير سني إذا كان الشخص مصاب يهدف أيضاً قشف عن علاقة بين الحال الاستعرافية معين للشخص والذاكرة والإدراك المتحرض لديه يعني مثلاً سئم تعلم بغيرولي من سلوكيات الفرد وإلى آخره شفت لليش الأمور سهلة كتير وبسيطة خلينا نرجع نراجع محل ما بلشنا هذا الريكورد الوظيفي كينا بتشف لي هو تصوير وظيفي عصبوني بإسلي فعالية الدماء تمام فعالية الدماء تنشط باحة معينة فعالية عالية معناتها تضفق دم كتير كبير أهم أشكال تصوير الوظيفي بولد تمام اللي هو بإسلي مستوى أكسجة الدم في عندي شي اسمه وسم سبين شرياني في شي عندي اسمه تصوير انتشار تجاوب مغناطيسي أيضاً هدو الوظيفيات بس أهم واحد هو شو البولد البولد عشو باعتمد على فارق المغناطة بين مين ومين بين الهيموغلوبين المؤكسج والهيموغلوبين غير المؤكسج أو منزوع الأكسجين المؤكسج معاكس للمغناطة هيموغلوبين منزوع الأكسجين لحيكون أعلى مغناطة من الهيموغلوبين المؤكسج في نمثل فعالة دماغ بيانية ترميز شدة الفعالية بالمنطقة المدروسة تحديد موقع الفعالية بدقار نحو بضعة مليمترات مغضرة فاصلة زمانية أو مانا أفضل من بضعة ثوانية مغضرة فاصلة زمانية مانا أفضل من بضعة ثوانية مغضرة فاصلة مكانية بضعة مليمترات طيب حق المناطيس السكوني على الدماغ بتتوجه النواة الهيدروجين حق المناطيس التدرجي بعدين نبضة التواتر راديوي فبترتفع بتغير السبين بترجع لموقع الأساسي وإلى آخر هي فارق المغناطة بيفيدني بإني أوضاع خارطة للدماغ شوف في العصبونات الفعالة هاي الأمور صار تبديهي بالنسبة لنا الوظيفة بولد والفيزيولوجي هذا علاقة بالفيزيولوجيا كيف أنا عن طريق هاي الصباح حسن أعرف في الباحات اللي عم تشتغل هلأ بالفيديو الأخي لحط لك فيديو على اللوح هنيك بيفصل بشرح لك أكتر هاي الفكرة طبعا ضغط الأيونات تمام مثل ما حكناك الليات هاي ما بدها الحفظ الكتير لا ترهق حالك مثل ما عرفت مني روح عمل لك قراءة على الكتاب بتكون أمورك خالصة لأنه إذا تفصلت زيادة وتبحرت زيادة حتى أنا حسيت حالي تبحرت زيادة عن لزوم ما كان لازم بتبحر لهذه الدرجة لأنه ما رح تنسأل لأنه ما أنا مفيد فإذا سيتها لقضايا تحفظ الأمور للكتاب اللي أنا حفظتك ها أساسا تمام هاي الفيزيولوجية مثل ما حكينا عندي شيء أساسي اللي هو بيفيدين المغضرة الفاصلة الزمانية عشو بتعتمد المغضرة الفاصلة الزمانية على شغلتين استجابة الفيزيولوجية لتضفق الدم و الفعالية العصبونية رائح هذا الكلام تغيرات في جملة تضفق الدم بتفيدني بتتكامل أو تكامل استجابة الفعالية العصبونية السجابة الهيموديناميكية اللي حكينا لحيكون في عندي تأخر بعد ما أنا تشتغل الباحة أم تشتغل بعدها بعشر سوان لحتى أنا يعرف الجسم أنه أنا هون في عندي شغل لازم نزيد التضفق بإني وسع البيعاء وزيد الدم بعدين المغضرة الفاصلة المكانية حكينا في عندي شيء اسمه الفوكسل الفوكسل هو البيكسل بس سلاسي الأبعاد يعني بالمليمتر مكعب تمام هذا هو الفوكسل أو العنصر الحجمي بحصل عليه عن طريق X Y Z بحدد لثلاث أبعاد ثلاث محاور بحدد منطقة دقيقة حلوهات الحكيقة الرائع كل ما زاد حجمه زاد على العصبونات بالحظور العجمي زاد تطفق دم ما أنا ترحيكون حجم الفوكسل أكبر بشو بفيدني البول بولا تصوير كل هالأصاص اللي بدماغ باحث برودمان النواة تحت القشرية كالنوال المذنبة النوال العدسية المهاد تمام بتفيدني بدراسة الحقول الجزئية الحسينية مثل شو اجتماع تلفيف مسنن CA1 CA3 مع المرقد الحسيني هدول الشغلات بتفيدني بالزاكرة قصيرة الأماد لح تتحولها شو بيدولها الزاكرة طويلة الأماد بالحسين تلفيف الحسين مقدار الفاصلة الزمنية هي أصغر فترة زمنية فيني إيز فيها أو ميز فيها الفعالية العصبونية بشكل موسوق بشو بيفيدني فيها شي اسمه زمن التكرار زاكان أقل من ثانية أو ثانيتين فبيكون في عندي مرحنيات أكثر حدة ما بتعطيني معلومات كتير على العكس زاكان TR على هاد الحكي شفناه وفمنا بقدر الفاصلة الزمنية فيني قدم تنبيهات بتصير الدهجة الفاصلة الزمنية بتفيدني شو هي هبارة عن زمن معالجة الدماغ لمختلف الحوادث زمن فعالية العصبونات زمن اللي بدك يا مهم شي عميش تغل طبعا هون بضعة ثانيات هي كاتباء بالكتاب هيك أنا مدخلني هي بضعة ثواني أكيد إذا بدك تمشي باللغة العربية بس هي كاتباء بالكتاب أولى نحو بضعة عشر دقائق سأم التعلم بفيدني مسلوكيات الفرد تمام إذا ورجرتك شغلة ممكن تضل معك لبضعة أيام ممكن بضعة أشهر إلى آخر سريري بشو فيدني سريريا بني أعمل خارطة للدماغ لبحات الدماغ فيني خارطة تشريحية للدماغ بتفيدني بيكشف عن أوراة مساكة الدماغية إصابات الدماغ والرأس أمراض بتصيب الرأس مثل دماغ مثل الزهايمر ملح خيرك بينهاتهم أي شيء بخصص الدماغ فأنا بسفاد فيه بالمري أكيد يعني مري بفيدني بتحليل بيان كشف العلاقة بين فعالية الدماغ للشخص والمهمة اللي بتبقى ديها كشف بين حالة استعرافية لدى الشخص والزاكرة والإدراك المتحرض لديه يعني فعاليات الدماغ بعطي أنا منبه لهذا الشخص أنا عم أعمله بشوف عم يشتغل عنده شيء ولا ما عم يشتغل اشتغل بشكل مني بشكل أي لآخر هي هيك ونخلصنا الفيزياء الزرية والنومية تمام؟ أي شخص لا يصاب بصدمة من نظرية الكم فإنه لم يفهمها جملة كتير رائعة من نيلزبور الله يرحمه كل شيء هي تفصيلات زيادة من عند بورد للأخير ما أناك مطالب في بكفي تحفظ الشغلات اللي عمل لك علينا أساسي ممكن أنت طلعت من الفيديو حافظ تمام؟ هلأ مروح لعند الفيديو الأخير ويكون خلص الفصل